موسيقى تسريب بسيط انتشر في اليومين اللي راحت وهذا التسريب يقول انه خاصية تغيير ملامح الشخصية وتغيير الجنس في ردد اونلاين رح تتوفر في الفترة القادمة فرح نشوف هذا التسريب سويا وايضا في مقطعنا لليوم رح نتكلم عن خريطة لهبية جدا رح تعطيك جميع اغراضك في الاونلاين بلاش 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 وبدون ما تدفع اي قرش خريطة لهبية تعالوا نشوف سويا طبعا زي ما تعرفون روكستار قبل اسبوع تقريبا نزلوا تحديث ضخم جدا لالاين ردد ريدمشن وهذا التحديث خرج ردد اونلاين من البيتا وخلاها رسمية ايضا اضاف العديد من المهمات الرئيسية وعدد كبير جدا من المهمات الجانبية ايضا شفنا بعض الشخصيات المعروفة في الاوفلاين شفناها رسميا في الاونلاين زي مثلا سيدي ادلر وبلاك بيل والاخوان ابردين اضافة الى التعديلات الضخمة جدا في السيرفرات والاصلاحات العامة للعبة اللي تحافظ على صحة ردد ريدمشن اونلاين يعني تحس فعلا التحديث الاخير يعني غير الاونلاين بشكل كبير جدا ايضا من الاشياء اللي تم تعديلها كانت قائمة تعديل الشخصيات وقائمة صنع الشخصيات طبعا اضافوا بعض الملامح الجديدة اضافوا وصف لبعض الشغلات الموجودة في القائمة اضافوا يعني خشوم جديدة اضافوا ملامح جديدة اضافوا يعني اشياء جدا جدا كثيرة طبعا تعديل روكستار لهذه النقطة جدا جدا مهم يعني يعطيك فكرة ان روكستار فعلا شغالة على تعديل ملامح الشخصيات وانها ممكن تنزل لنا خاصية اسمها خاصية تغيير الشخصية وجنس الشخصية طبعا روكستار عندها موقع رسمي وفي هذا الموقع فيله تلخيص كامل لردد اونلاين فيله شرح لاطوار الشوداون فيله شرح للمهمات الجانبية فيله شرح للمهمات الرئيسية فيله شرح لأهم قوائم ردد اونلاين فيله يعني شرح لأفضل الأسلحة أفضل المشروبات وغيرها المهم نفس هذا الموقع لمح بل انه اكد انه اضافة تغيير الملامح وتغيير الجنس قادمة لردد اونلاين وقال الكلام التالي استخدم قائمة صنع الشخصيات في بداية اللعبة لصنع شخصيتك بجميع تفاصيلها ابتداء بالشعر والشنب الى الجروح والملامح وايضا بامكانك ان تختار طاقاتك ومميزاتك من هذه القائمة ايضا خليك دقيق في صنع شخصيتك لانه بعد صنع الشخصية لن تستطيع ان تعدلها من جديد الى وقت غير معلوم طيب نجي للجزء المهم نفس هذا الموقع قال اذا اردت ان تعدل على ملامح شخصيتك فان التعديل رح يكون مجاني لاول مرة واذا اردت ان تعدل الشخصية مرة اخرى بعد المرة المجانية فيجب عليك ان تدفع مبلغ معين حلو 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 شي كبير صراحة حاليا والان في ردد اونلاين ما عندنا هذا الخيار الخيار الموجود عندنا فقط اذا تبغى تغير شخصيتك وملامح شخصيتك لازم تحذف الشخصية الرئيسية لك وتسوي شخصية جديدة طبعا لما تحذف شخصيتك الرئيسية وتسوي جديدة كل اغراضك وفلوسك ولفلك كل شي رح يروح من الالف ليلة الياء كل شي رح يروح ورح تبدأ من اول وجديد وهذا الشي صراحة جدا جدا سيء واتوقع ما في شخصي بيغير ملامحه وبيخسر كل شيء فخيار تعديل ملامح الشخصية والشكل رح يفك ازمة كبيرة جدا واتوقع يعني فيه نسبة ضخمة جدا منكم رح يغيرون اشكالهم عن نفسه شخصيا والله لا فرمت وجه شخصية فرمتها وسويله وجه جديد بملابح جديدة وكل شي جديد وجهه ابو كلب يا شيخ طيب متى الموعد يا صالح طبعا الموعد صراحة لحد الان مجهول ممكن يكون بكرة ممكن يكون بعد اسبوع او اسبوعين لكن خذوا العلم الموقع هذا من المواقع الرسمية لروكستار وهذا الموقع ما يتكلم على شيء الا وهو موجود في ردد اونلاين فاتوقع خاصية تغيير الملامح والوجه والجنس رح تكون قريبة جدا وغالبا رح تكون في الايام الجاية طيب كم رح يكون سعر التغيير زي ما قلنا اول مرة رح يكون مجاني وبدون اي فلوس لكن المرة الثانية بعد المجانية رح تكون بمبلغ معين كم بالضبط ما ندري لكن لو تفتكرون في جي تي اي اونلاين كان عشان تغير ملامح شخصيتك لازم تدفع 100 الف دولار بعد ما تدفع رح يمديك تغير شخصيتك تماما كل شيء وجهه ملامحه بشرته الخشم الاذن وغيرها يعني تقدر تغيره من الالف لليا طيب بعض المواقع قارنت سعر تغيير الملامح في جي تي اي اونلاين وحسبتها على العالم ردد اونلاين قالوا اذا كانت في جي تي اونلاين 100 الف عشان تغير ملامح شخصيتك فغالبا غالبا في ردد اونلاين رح يكون ما بين ال500 دولار الى الالف دولار عشان تقدر تغير ملامح شخصيتك ومن جهة اخرى في بعض المواقع قالوا عشان تغير ملامحك لازم لازم يكون بسبايك ذهبية وليس باموال يعني تقريبا عشان تغير ملامح شخصيتك لازم تدفع من 5 الى 10 الى 15 سبيكة ذهبية واحد من هذولة الثلاثة من وجهة نوفري انا صراحة اشوف انه بالاموال احسن من السبايك الذهبية لانه الاموال سهل انك تجمعها عكس السبايك الذهبية بالنسبة لموضوعا الثاني زي ما قلت لكم خريطة رح توفر لكم جميع احتياجاتكم بلاش 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 وبدون ما تدفعون اي دولار واحد طبعا الخريطة رح تكون ان شاء الله في خانة الوصف انزلوا داهموها وخشوا على الخريطة واستفيدوا منها طبعا شرح الخريطة بكل بساطة رح تفغط على هذه الايقونة وهذه الايقونة رح تطلع لك جميع الانواع او جميع الاشياء اللي ممكن تاخذها من هذه الخريطة على سبيل المثال انا والله شخص ابى رصاص شدقن رح اختار من هذه القائمة رصاص الشدقن بعدها ورح تظهر لك في الخريطة جميع اماكن رصاص الشدقن فانت اروح على ردد ريدمشن اونلاين سوي ستارت ماب بعدها حدد على نفس المكان وتوجه له ومية بالمية رح تحصل رصاص شدقن والله مثلا ابغى رصاص سنايبر او رايفل من القائمة اختار رصاص رايفل وبعدها على طول رح تحصلها مرسبنا في الخريطة على طول رح لها دعس والشيء الحلو ايضا انك تقدر تختار يعني اكثر من نوع مرة واحدة يعني مثلا تقدر تختار رصاص الريفولفر ورصاص الشدقن ورصاص البستول ورصاص مثلا السنايبر ورصاص مثلا الشدقن كلها تقدر تختارها مرة واحدة وتحط عليها اكسات وعلى طول راح يظهر لك جميعها وجميع اماكنها في الخريطة فانت راح تتوجه ايضا من هذه الخريطة تقدر تاخذ الرصاص القوي يعني اللي هو الاكس بريس والهاي فلوسيتي طبعا هذه ما راح تنفك معاك الا الفال عالية يعني 40 وانت طالع لكن انت تقدر تاخذها بلاش من هذه الخريطة مثلا يعني تختار اللي هو الهاي فلوسيتي ريفولفر ايمو راح تحط عليها الصح وعلى طول راح يظهر لك في الخريطة مكان اللي هو رصاص الهاي فلوسيتي للريفولفر فرح تتوجه له فصراحة حركة جدا جدا رهيبة طيب اذا كنت شخص والله ابغى اكل فتقدر تحصل اكل ايضا من هذه القائمة مثلا يختار اللي هو الكاند ميتز الكاند فروت الكاند فيجيتابولز شيز ابل مثلا ولا جزر ولا يعني راح تحصل جميع الاشياء اللي تبغاها في هذه الخريطة ايضا في هذه الخريطة ترى تقدر تحصل مجوهرات نعم المجوهرات موجودة في هذه الخريطة راح تختار اللي هو الجيلوري وتحط عليها الصح بعدها على طول راح تحصل الجيلوري رسبنت وتقدر تروح لها وتاخذها بشكل لا نهائي ايضا تقدر تاخذ مثلا ادوية تبقى الهورس ريفيفر راح تحصل موجود مثلا هو الابل اوبن ميريكل تونيك راح يكون موجود المونشاين راح يكون موجود كل شيء كل شيء تبغى راح يكون موجود طيب يا لهبيين شاركوني اراءكم في خانة التعليقات هل اذا توفرت الخاصية هذه راح تغيرون شخصيتكم او لا زي ما قلت لكم انا راح فرمتها فرمتها طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان ادمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة